سلمت فرنسا ولا طائرة حربية من طراز رفال إلى دولة أوروبية وهي اليونان وتم تسليم المقاتلة الفرنسية في طار صفقة تضمنت 18 مقاتلة بقيمة بلغت نحو 2.5 مليار يورو وزير الدفاع اليوناني قال إن المهمة الرئيسية لطائرات رفال ستكون ضمان وحدة أراضي اليونان في سياق عدم الاستقرار المحتمل القادم من تركيا بحسب تعبيره مواصفات عدة تتمتع بها طائرة رفال الفرنسية نتعرف عليها في التقرير التالي تعتبر طائرة رفال سلاح الجوية الأقوى في فرنسا وأجرت أولى طلاعتها الجوية في الرابع من يونيو عام 1986 لتدخل بعد ذلك الخدمة العسكرية في عام 2000 تتنوع مواصفات طائرة رفال فهي مقاتلة متعددة المهام صنعت من قبل شركة داسو أفياسيون الفرنسية وهي قادرة على التخفي يبلغ طولها 15 مترا ووزنها بدون حمول عشرة أطنان وتبلغ حمولتها القصوى الخارجية 9 أطنان ونصف وسرعتها القصوى في الارتفاعات العالية تتجاوز ألفي كيلومتر بالساعة الطائرة مزودة بمحركين يعملان بالدفع الجاف وتبلغ قدرتها القصوى على الارتفاع 16.800 متر بمعدل صعود قدره 350 متر بالثانية الطائرة مزودة بمدفع رشاش من عيال 30 ملي متر مع 125 طلقة وفيها نموذجان لتعليق الذخائر أحدهما جوي والآخر بحري كما تستطيع الطائرة التزود بصواريخ جو أرض وتحمل طائرة رفال على متنها رادارا قادرا على تعقب 40 طائرة في وقت واحد والاشتباك مع ثماني طائرات دفعة واحدة ويستطيع رادار الطائرة اكتشاف الطائرات التي تحلق تحتها أيضا اشتركوا في القناة